أكثر من عقدين مضياء على إعادة توحيد الجيش جمع ما تيسر من سلاح الميليشيات وأضاف إليها بعض المساعدات من الدول المانحة ومنذ ذاك الحين تواجه المؤسسة العسكرية التحديات الأمنية واللوجستية بإمكانات الحد الأدنى إلى أن أقر مجلس الوزراء أخيراً خطة تسليح الجيش بمليار وستمائة مليون دولار هذه رحلة سعلف ميل أول ميل مشيناه لأنه لأول مرة صار فيه نوع من خطة مواضحة لتسليح وتجهيز هذا الجيش فهذه الخطة بتلحظ على خمس سنوات فيه شغلة كتير مهمة بلغنا عنا دولة الرئيس واشتغل عليها وبفعل بصمت ولكن بقوة وهي أنه فيه اجتماع للدول المانحة وممكن كتير يأخذ هذا الموضوع عيز كتير كبير للجيش اللبناني فكمان إحنا مثل ما أنه جاي بهذا القانون البرنامج أنه هذه الأموال شو بي نضاف عليها من الدول المانحة نوع من المساعدات فبتدخل كمان فوراً هل سيسمح للجيش بالتسلح بأسلحة متطورة؟ فيه كلمة يسمح للجيش ما بحبها كتير ولا بحب العملية والمنع والسماح والكذا الجيش اللبناني مثل الدولة اللبنانية عندها حرية بتحرك أما الخطة الخمسية تبدأ عام 2013 بـ 100 مليون دولار وعام 2014 بـ 300 مليون دولار عام 2015 بـ 400 مليون دولار عام 2016 بـ 500 مليون دولار وعام 2017 بـ 300 مليون دولار وعن اتفاقية التعاون في مجال الدفاع بين لبنان وسوريا أكد وزير الدفاع أنها لا تتعارض والسيادة اللبنانية على عكس ما أشيع إنما هناك اعتراضات على بعض البنود هذا الموضوع الماضي سنة 2008 عيام الوزير ليس المر هذا الموضوع الفرنسوي بكل مناسبة بطالبه وين صار قامت الحكومة درجته على جدول الأعمال ومن بعد زيارة الوزير الفرنسي أنه إذا بدكم تعملوا معنا اتفاقات تفضلوا هذه في عندكم أمور واقفة ليش ما بتحرقوها فأنا بقدر أقول لك بهذا الإطار أنه من بعض انضاء الاتفاقية في بنت بيقول أنه تجري مباحثات بين الفريقين على أن يكون هناك بعض التعديلات فلحنا الأمور الملاحظات اللي صارت لح ناخد فيها ونبحثها على أساس أنه يصير في تعديل عليها بما يتناسب مع الوضع اللي لحنا مطالبين فيه ومع الاحتجاجات يلي الأشخاص هني أعلنوا أنه هني مش موافقين عليها أما بشأن الاتفاقيات مع روسيا لتزويد الجيش بمروحيات فقد كشف غصن أنه سيكون له زيارة الشهر المقبل لروسيا وأوكرانيا لتفعيل هذه الاتفاقيات باسد العريضي قناة الجديد